بقرارات ارتجالية ودون تقديم حلول بديلة نحو ألف عائلة في منطقة عربجبور جنوب بغداد باتت مهددة بالتشريط جراء قرار حكومي يلزمهم بإخلاء منازلهم ما دفع سكان منطقة الهواشة في عربجبور إلى الخروج بتظاهرة رفضا لهذا القرار بعد أن قامت أمانة بغداد بإزار انذار أخير بهدم منازلهم التي يسكنون فيها منذ تسعينات القرن الماضي الهواشة تعدوا علينا قالوا إحنا عدنا أمر الجيش وياهم التحادية وياهم الأمانة وياهم أو البلدية الدورة قسم الإزالة أهم وياهم قالوا إحنا عدنا أمر نفلش جابوا لنا كتوب تعالوا واقعوا تعالوا واقعوا بأن أنتوا يزيلوا البيت خلال ثلاثة أيام إحنا ما وقعنا البيت هذا يقول لي أنت أنا قاعد به منصر من أجدادي لم أحسن إحنا كلنا عدنا عقود زراعية سكان منطقة الهواشة قالوا أن قوة من الشرطة الاتحادية دخلت منطقتهم وقامت بالاعتداء على رجال ونساء لربضهم هدم منازلهم وأن قرار الأخلاق يتزامن مع قرار حكومي آخر يقضي بتوزيع قطع الأراضي في منطقتهم على منتسبي وزارة الدفاع بحجة أن هذه الأرض تعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء العقود عام 1995 ولم يتم تجديدها المنطقة طبوا عليها القوة من الاتحادية وفوج من الدفاع بدوا تفليش هاي العرب وبدوا ضربوا أمرأة اللي هي والله شعر الشوار بهم وعيب عليهم ويخسون على هاي الضربة اللي يضربوا هاي المرأة وبدوا يضربون هاي الشباب وهسا حاليا نحنا شبابنا وعربنا موقوفين بمركز الشرطة قرار الأخلاء الحكومي لمنازل السكان في منطقة الهواشة في عرب جبور انعكاس لما يحدث في عدة محافظات من تهجير وهدم لبيوت المواطنين بقرارات ذات دوافع سياسية وحزبية لا تراع الحالة الإنسانية والمعيشية لسكان جلهم من طبقات كادحة وفقيرة ضاربة بعرض الحائط امتلاك الكثير من قاطن المناطق المشمولة بالهدم والترحيل وثائق رسمية تثبت حقيتهم وملكيتهم لأراضيهم ترجمة نانسي قنقر